كلنا بقى حضرتك كنت شغل كم سنة في وزارة الطيران وطبيعة شغلك أنا شغلت مدية خدمة في وزارة الطيران 36 سنة 36 سنة ما شاء الله وعمر النقابي 22 سنة 4 دورات 22 سنة منهم دورتين رئيس لجنة نقابية ودورتين كنت كل يعني أمين عام عضو لجنة كل المناصب نايف رئيس تقلت المناصب كلها خلصت المناصب كلها ومن خلالها ترشحت النقابة العامة كنت أعود في النقابة العامة وكنت وانا في النقابة بعمل العياد دي كنت بعمل عيد الأم كل سنة بختار عندي أمهات مثاليات بكرمهم برضو كنت بحاولت شروط كويسة والناس كنت بعمل احتفالية جميلة وبنجيب خيارات الوزارة ونجيب لوسيات الوزير الوزير الطيران موجود دي كان يشرفنا ويبقى سعيد عيد العمال كنت بعمله كل سنة بعد دي عمال الدولة تعمل واحد ماي وأنا بعدها عشر تيام أو خمسر يوم أعمل عيد العمال في الوزارة وندي الناس شهادات تكريم جميلة ونعمل لهم نختارهم برضو على أسس كويسة والناس قالوا لها كنت أمسوطة العمر كله وسنين السنة دي الحمد لله وشغلها لغاية دلوقتي ماشى ومطمن زمائنا اللي سبناهم بيعملوا نفس الأسلوب والحمد لله ويعني وبيت دورك النهاردة تتكرم آه يعني الحمد لله يعني أنا كنت في منتاز سعادة النهاردة وأنا بكرم لأنه ده جه نتاج يعني يعني تكليل عارف حضرتك يعني بيختم حياة الإنسان المهنية خلاص كده قد ترخي لكم وسهدت الرئيس نفس النهاردة وبتحس بتقدير كبير على الجهد اللي انت عملته في شغلك السنين الطويلة جدا 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 هما الحقيقة قبل كده نقبل عمر أشرحتني يمكن مرتين ثلاثة بس هو أزمة كورونا كان بيتيجي ما كانش بتعملش كانش بتعمل عيد العمال طيب والنهاردة قالك إيه الرئيس وقلت له إيه لحظة التكريم دي أنا قلت له فندم ربنا خليك لمصر يعني أنا أنا بقى بحبه على مستوى الشخصي وأنا بقصرش كلنا بنحبه وهنا كلنا بنحبه بنخاف على بلدنا وهو الرجل إحنا شايفينه أنه هو الحمد لله هو بقى دي اللقطة اللحظة اللي حدتك هتطلع فيها هو على المنصة طلبك التكريم حدتك بسامته وجماله يعني تديك أمان وديك أتمنان طيب ربنا خليك لمصر فندم يعني شكرا يا فندم شكرا لحظة جميلة جميل جميل وأنا كنت سعيد جدا كان مين حاضر بقى من أسرتك مفيش حد بس شافوك على التلفزيون كله أكيد شافونا كله على التلفزيون مش عايز أقول لحضرتك الرسائل يعني ما بطلتش يعني اللي هتتخيالي كام الرسائل على كل وسائل الصلاة الاجتماعي وحمد الله يعني إنسان سب خرجنا على المعاشر بس سايبين زكرة كويسة ديك الصحة وطلت العمر ويفضل العطاء دا دايما مستمر